اهلا وسهلا انا الدكتور سام انا استشاري امراض بطنة واخصائي امراض الغدد الصماء والسكر وانه هاردة هكلمكم على موضوع لطيف الناس كتير بتسأل عنه وبتستفسر ازاي نعمله وهو كيف ازود المناع the immune system how do i boost my immune system كلنا عارفين المناع و هنتكلم عليها بطريقة بسيطة شوية او مبسطة شوية عشان ناخد فكرة كاملة عنها واسئلة كتير الناس بتسألها عن كيفية ان انا اقوي المناع يعني اكل ايه اشرب ايه اعمل ايه في نفسي كده يقوي المناع بتاعتي ده اللي هنتكلم فيه النهاردة اولا نفهم يعني ايه مناع المناع هي الجزء في الجسم اللي بيحميك من الالتهابات البكتيريا والفيروس والحاجات اللي بتهاجم جسمنا على طول من الخارج طول ما احنا قاعدين على نفسنا كده او خارجين في الشوارع او بنقابل الناس او بنقابل اماكن او بنخش في اماكن فبنتهاجم من بكتيريا وفيروسات وحاجات حولينا في الجو احنا ما بنشوفهاش ولكن بتخش جسمنا ومنها اللي بتعيينا ومنها اللي الحمد لله بتعدي بامان الله يعني ولكن ايا كان حاجات اللي بتهاجم الجسم جسم بيعمل رياكت عليها في رد فعل من الجسم دايما من الحاجات اللي بتهاجمنا رد الفعل ده بيبقى من جهاز المناع جهاز المناع ده في الاصل هو مكون من جنود جنود جيش كده في الجسم احنا الدكاترة بنقولكو عليها اللي هي الكور الدم البيضة الويت بلاد سيلز احنا الدم مكون من كرات دم حمرة صفائح وبيضة وبلازمة كرات الدم البيضة اللي احنا مش بنشوفها بسهولة لان لونها فعلا ابيض هي دي اللي مناعت الجسم ودول منهم انواع واشكال هنبقى نتكلم عليهم في محاضرة تانية خلاصة الموضوع ان كل ما زادوا او كل ما كانوا اقوياء كل ما كان صحتهم مهمة كل ما مناعت الجسم تبقى كويسة وتقدر تحميك من الحاجات اللي بتهاجمك فالنهاردة هتكلم شوية عن الاكلات المشهورة اللي ممكن انت كبني ادم تكلها وما هي فايدة الاكلات دي هنبدأ بنومبر وان وهو كبير القعدة كل الناس حفظاه وهو الفيتامين سي او المستخرج بيتامين سي اللي موجود في الفواكه الحامدة زي اللمون والبرتقان معظم الناس لما تقول جالك برد او عندك دور برد بيجروا على الفيتامين سي في كده مفهوم عام عند الناس ان الفيتامين سي هو الكبير اللي بيجروا على الفيتامين سي يعلي المناعة وبيزبط المناعة اثناء ما يبقى عندنا ادوار برد وهو فعلا في الواقع مظبوط الكلام ده الفيتامين سي او الفيتامين سي من اقوى الانتي اوكسدنس اللي بتحمي الجسم بكوي المناعة بكوي خلاية المناعة وبتحمي من اعراض البرد واشكاله الفواكه المشهورة اللي تحتوي على الفيتامين سي اللي ممكن ناكلها بارتياح وتزود لنا الفيتامين سي معظمك عفزنها اللمون البرتقان الكلمنتين الجريب فروت الفواكه دي كلها معروفة بخزين الفيتامين سي واللي هي ايه بتقول مناعة طيب في بقى حاجة في الفيتامين سي او الفيتامين سي ان هو ما بيتخزنش في الجسم ده فيتامين مائي فبالتالي لو مكلنهوش او لو نقص في الدم على طول بيبان علينا وعشان كده من شهرته ان احنا لما بيبقى مرضى ببرده او رشح او حاجة زود من الفيتامين سي لان الجسم هيستهلك منه طيب ايه بقى الكمية المطلوبة يوميا طيب احنا مش بنخزنه والارقام تختلف طبعا من شعوب لشعوب ومن حجم جسم ولكن تقريبا بنقول تسعين ميلي جرام بالنسبة الراجل ومن خمسة وسبعين لثمانين ميلي جرام للسيدة وطبعا نتكلم على الناس اللي هما عدوا سن البلوغ معظم المكملات اللي بتاخدها من فيتامين سي هتلاقي بتبدأ من خمسمائة ميلي جرام وطالع في فوارات كتير كهتشتريها بالألف ميلي جرام فانا رايحكو اي مكمل فيتامين سي من اي نوع هيكون مكفي يوميا لاضافة المناعة وتقوية المناعة الحاجة التانية اللي بتقول المناعة جدا اللي هو الفلفل أكلات الفلفل كبيرة للضخمة دي الألوان وأشكال اسمها بالانجليش البيل بيبرز ناس كتير بتاكلها ولكن مش ناس كتير عارفة الفوائد اللي فيها طعمها حلو بتضف لأكلات كتير وبتطبخ بأشكال والوان وصعدت تحط ناية في الصلطة وهي كمان من المحتوات العالية جدا للفيتامين سي يعني البيل بيبرز دول اللي هم الأحمر والأصفر والأخضر مليانين بالفيتامين سي تقريبا أكتر كمان من البرتقان واللمون يعني كمية الفيتامين سي اللي ممكن تاخدهم من حباية فلفل أكتر من اللي ممكن تاخده من برتقاناية فطبعا مفيد جدا في الأكل وبيقول مناعة جدا وبيساعد كمان على مناعة الجلد لأن الجلد من أكتر الحاجات اللي بتحمي الجسم من البكتريات والفيروس فمفيد جدا الأكلة الثالثة اللي الناس عارفها بفوائدها بس مش بتتاكل بكميات كتير في بلاد العرب هو البروكولي البروكولي خضرة كده كبيرة عليها راس كده فهم؟ دي اسمها بالإنجليس سوبر تشارج سوبر تشارج يعني مليانة مليانة بيتامينات وما عادم بتقول مناعة جدا 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 المحتوى العالي اللي فيها فيتامين اي مليانة فيتامين اي مليان فيتامين سي ومليان فيتامين دي بالإضافة لأنها مليانة بالانتي اوكسدنس والفايبر من الآخر كده من أفيد الفواكه اللي ممكن تكلها صحيا لتقوية المناعة ومعظم الناس اللي هما في الأبحاثه كده بيقولك كلها مطبوخة قليل يعني ما تهريهاش طبيق مش زي السبانخ والملوخية لأ البروكولي يدوبك تطبخه كده بسيط وتاكله يعني متبخر بس أو يدوبك لمسة حرارة فيه عشان يحتفظ على كل الفوائد اللي فيه الأكلة الرابعة المشهورة جدا جدا دي اللي عملنا عليها محاضرة مبارة وهي التوم التوم عالميا كده محبوب لتقوية المناعة التوم كله فوائد حاجة الوحيدة اللي ما بنحبهاش في التوم الريحة يمكن الطعم ولكن دي تعتبرش من حاجة وحشة فيه دي حاجة تبعت شخصيته يعني غصب عنه شاب التوم ريحته كده ولكن كأكلة تاريخيا من ألافات السنين معروفة انها بتحارب الالتهابات في الجسم بتعمل ديتوكسيفيكيشن للجسم بتنظف الجسم بتقوي المناعة بتموت البكتيريا بتوطي الضغط بتزود الانتي اوكسدانس وبتحمي الجسم من حاجات كتير جدا 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 فدي من الحاجات المشهورة لتقوية المناعة نمرة خمسة على الليستة هو الجنزبيل الجينجر الجينجر بدأ ياخد صورة شهرة في بلاد العرب كمشروب صحي كإضافة لمكمل حتى نازل منه كابسولات دلوقتي كابسولات الجينجر للإضافة المناعة الجينجر مليان مواد مفيدة لتقوية المناعة من انتي اوكسدانس من فيتامين من جينجرول كل دول بيأول مناعة جدا 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 وكمان جوا مواد بتشيل التهابات الجسم بتقلل الوجع في المفاصل بتزود الليونة في الكبر السن الجينجر ده كله فوائد ولكن هو عيبه بس ان هو يعني مش لكل الأكلات يمكن ما يتضفش لك أنا طبعا مش طبخ ومش هتكلم هو يتضف لأكلات ايه ده يرد عليكم بقى سيدات البيوت والناس اللي ادها في المطبخ حلوة أنا بالنسبة لي طبعا أنا باخد الجنزبيل ده يا كشراب يا بضيفه لأكلات بسيطة ولكن للناس اللي بتعرف تطبخه و اللي بتفهم في الطبيق هايولك لا ده لي مليون فايدة يا دكتور وانا اعرف استفاد اوكي ده شيء جميل أنا طبعا مجرد بتكلم على الأكلات اللي بتقول مناعة جدا جدا في الجنزبيل منهم نمرة ستة طبعا السبانخ معلم معروف منه احنا اطفال صغيرة السبانخ بفوائده بكترة الحديد اللي فيه ولكن لا السبانخ مش بس حديد السبانخ مليان فيتامين سي زي وزي البروكولي وزي وزي الفلفل مليان كاروتين وده مهم جدا للنظر وتقويت المناعة في العين مليان انتي اكسيدنس وبيحارب الالتهابات وطبعا شهرته الكبيرة انه مليان حديد فللناس اللي تعاني من نقصة حديدة وعندها مشاكل في امتصاص الحديد فالسبانخ والكبدة من أفيد الأكلات ولكن للسبانخ يمكن اسهل شوية للأكل لبعض الناس لما ان طعم الكبدة وكده مش لكل الناس نمرة سبعة من الأكلات اللي بتأول مناع جدا 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 اليوغورت او الزبادي طبعا الزبادي انا بستخدم دلوقتي اسم المصري شان لو محد معانا من دولة عربية انا مفهومي ان الأسماء للألبان في بلاد العرب تختلف عن بعضها شوية انا عصدي بالزبادي اليوغورت اليوغورت ده النهاردة بقى يعني يعتبر من أفيد الأكلات من الآخر من أفيد الأكلات مليان ببكتيريا مفيدة جدا زي اليوغورت تاعة الاكتيفيا والحاجات اللي بيحطوا فيها البكتيريا المفيدة للجسم طعمه جميل جدا مليء بالبروتين فبيقوي الجسم مليان بفيتامين دي اللي هو فيتامين دال اللي هو الدهني فبيقوي المناعة بينشط المخ بيسهل على الدم انه يحارب الالتهابات من أفيد الأكلات وقذبت كمان كفاءة في انه اكلة اليوغورت او الزبادي بتساعد في مقاومة مرض الكورونا يعني اكل الزبادي كمان بيقوي المناعة ضد الكورونا تمام نمرة تمانية اللوز المنز اللوز من المكسرات ولو عاوز حاجة بتحارب البرد فالمكسر اللوز من أفيد المكسرات مليان بالفيتامين اي ومليان بالفيتامين سي ومليان بالانتي اوكسدانس الإضافة لكده كمان مليان دهون صحية كوليسترول صحي جدا ويعتبر من المكسرات اللي تقدر تاكلها وانت قلبك مطمئن ولكن طبعا الزيادة منه زي اي مكسرات ممكن زودة الوزن شوية انه كمان مليان بالكالوريز مليان بالطاقة ولكن كفايدة لكتاكويت المناعة اللوز مفيش منه منقشة وينيجي لأخوز صغير اللب انا معرفش اللب بالاسماء العربي العراقي والسعودي وكده اسمه ايه انا كنت اصحابي في السويد بيقولوا عليه بزر وهو المستخرج اللي ممكن تلاقيه داخل البطيخ اللي هو بزر البطيخ لما بينشف هنا في مصر اسمه لب لب اصمر او لب صغير كتاعمه حب بس يعني صغنتت كده بيتقشر كده ومليان مليان مليان بالفوسفرس والماجنيزيوم والفيتامين بي والفيتامين سيكس والفيتامين اي فراهيب لتقوية المناعة وبالاضافة لكده مليان دهون صحية كوليسترول صحي ومليان فيتامين اي طبعا هو ما بيتتكلش بكميات كبيرة هو بيتجاب كده وبنقض لو حافظينه بنقض نقز اسفي كده وانطلع منه البزرية اللي جوه دي طعمها جميل وهي دي ودي كفاية جدا لو اتخد كسناك مش لازم بكميات وانا مش هقدر انصح بقى ايه اكلات تحط فيها اللب انا معرفش لو اللب ده اصلا بيتطبخ بيه ولكن انا عارف انه سناك محبوب في بلاد العرب نمر عشرة الجرين تي او الشاي الاخضر طبيعي لازم يكون في الليستة اللي بيقول مناعة الجرين تي واخد شهرة في العالم كله هو والشاي الاسود انه مليان بالفلافينويدز مادة انتي اوكسيدنز بتقويل مناعة جدا بتساعد الجسم على حرق الدهون وكمان بتشبع فبتدي طاقة بتحرق الدهون بتقويل مناعة حاجة كده ايه مستحبة جدا للناس اللي عاوزين يقاول مناعة بطريقة طبيعية نمر عشرة 11 فكهة الكيوي كيوي مش كل الناس بتستطعمها هي مززة شوية ايه خضرة كده بغشاء بني ومن جوه خضرة تتقطع في النص كهة تلاقيه جوه خضرة وبزرس وتصغير جدا جدا مليئة بالمواد المفيدة اللي بتقوي المناعة زي الفلاط الفيتامين بي 7 البوتاسيوم الفيتامين كي وفيتامين سي لششته لششته فمن الفواكه الصحية جدا 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 اللي بتقوي المناعة ننقل بعد كده على نمر 12 وهو الفراخ او البولتري انا هقول الطيور ولكن من اشهر اكلات الطيور هي الفراخ ومن اكتر الحاجات اللي الناس بتاكلها وقت البرد ووقت الرشح وكده شربة فراخ او شربة خضار بالفراخ ليه هي مش مجرد اشعات قديمة كده تيتا كبتعلمين لا فعلا فعلا شربة الفراخ او اكل الفراخ مع الخضار معروفة انها بتقلل التهابات الجسم بتزود المناعة بتقطر البروتين في الجسم ثم بتزود من الفيتامين بي 6 مليئة بالبي 6 مليئة بالانتي اوكسدان ومهمة جدا جدا لتقوية الهزام فمن الحاجات المفيدة جدا جدا لتقوية المناعة اخيرا هنتكلم على الشالفش كلمة شالفش مجموعة اسماك بحرية اللي هما يحتووا على الغشاء اللي بيتقشر زي الجنبري كابوريا استاكوزا انا ما عرفش كل الاسماك بالعربي دول من افيد اكلات البحار اللي لو انت حابب تقوية المناعة تكلها ودول محبوبين يعني دول زي بيقول كده هي يعني لو تعزمت على اكل استاكوزا ولا كابوريا ولا كباب ولا قصدي ولا جنبري ده تعتبر اكل شيك اوي لانه من الاكلات اللي يمكن سعرا غليها شوائيا مليئة بالزنك بالمعادن التقيلة وبالانتي اوكسيدنس وفي نفس الوقت بيدي بوست للمناعة بطريقة فضيعة بكل انواعه بقى بكل انواعه لك اتاكل مسلوق اتاكل مش عارفة مشوي انا طبعا زي ما احايد تاني انا مش من الطبخين فمش مش هاول طريقة اكله ولكن مليئ بالمعادن ومليئ بالفوسفرس ومليئ بالزنك بيقوي المناعة بطريقة ممتازة 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 دي الاكلات اللي بننصح بيها كده كده لو انت حابب تزود المناعة بطريقة تبعية طيب ايه تاني ممكن نعمله عشان نزود المناعة بصفة عامة الهالثي لايفستايل اللي بيزود المناعة الرياضة الرياضة بتزود المناعة لما البنيادة بيلعب رياضة باستمرار او بتكرار او يوميا فبيحصل في الجسم التغير في المناعة والمناعة بتقوى دورة ضموية بتزيد الضغط بيقل عضرة القلب بتقوى والهرمونات اللي بتتفرز اثناء الرياضة بتحمي الجسم كتير جدا من هجومات خارجية فبتقوى المناعة بطريقة طبيعية جدا وممتازة فمن الحاجات اللي مع الاكل طبعا مهمة جدا ان الواحد يلعب رياضة واي نوع رياضة هنا انا عمري ما بتكلم في الرياضات بصيغة معينة لان كل واحد بظروفه ممكن يكفي انك تنزل تمشي عندك متاح انك تلعب كرة العب عارف تسبح اسبح انت حوري النقطة الطريقة التالتة لتقوى المناعة بعيدا عن الاكل والشرب والرياضة المكملات الغذائية مكملات دي بقى ده حوار فيتامينات من رازقلة ليف الصيدلية دي انا عامل فيديو كامل عليه لان ده موضوع كبير جدا فانا مش هفتح فيه النهاردة انا هحطه بس من النقطة التالتة لتقوية المناعة اولا قلنا الاكل ثم الرياضة ثم المكملات او السبليمنت ودي لها فيديو شرح الحاله انا هوقف على كده عشان لو فيه اي حد عنده اسئلة بس هي دي الطرق اللي منقوي بها المناعة بطريقة طبيعية شكرا وميرسي او انكم استمعتوا